معيكم دكتورة رانية سيد عبدالعين استشاهر علاج الطالية بالأسرة العيني جامعة القاكل النهاردة هنتكلم عن الكتف المتجمد أو بنسميه التيبس مفصل الكتف التيبس مفصل الكتف أو الكتف المتجمد من المشاكل اللي مشهورة جداً بتيجي لوحدها ممكن من جال سبب بتيجي مع حالات الشلل النصفي بتيجي مع مرضى السكر من المشاكل اللي بنشوفها مع حالات كتيرة جداً ومتكررة المشكلة ان الكتف بيبقى متيقبس وبيبقى مفيش مجال خالص للحركة بنستخدم معهم وسائل كتيرة جداً بتحسن الحركة في مفصل الكتف زي بنعمل حاجة اسمها الموباليزيشن بنحرك نفسها بالكتف في التجميهات معينة وعملين الحاجة زي ما احنا شايفين بصور شوية لان الكتف بيبقى فعلاً فيه تيبس جيمة ومن الحاجات اللي جايت بنتيجة هيلة جداً ان احنا بنحقل مواد يعني فيه مواد معينة بتبقى مهمة قوي في الحاجات اللي فيها ترسب للكالسيوم او تيبس او حاجة اسمها كابسوليتس التهاب في حاجة اسمها الكابسول جوه المفصل الكتف بيبقى احنا بنحط المادة وزي ما قلنا ان هي بتشيل الترسبات اللي بتبقى على المفصل وبتسهل ايه ليونة الحركة في المفصل ده حط المادة دي اللي ما احنا شايفين ونحط البهاز على موصل الطريقة دي حط البهاز على فترة امريكية اللي عليك في جميل جداً بنوصل الادوية من جير ما ان نحط حقنا في المفصل ومن جير ما ان اعرض العيان لكورتيزون ومن جير ما ان ادي العيان ان الكورتيزون يعتبر علاج مؤقت يعني بصراحة من العلاجات الهايلة جداً نتائج قليلة النتيجة بتبان في تلت جلسات من تلت جلسات لست جلسات نتائج هايلة 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 ومن الحاجات بصراحة ايه ومجابة تأثير حلو في علاج المشكلة دي بنبدأ بقى الوايسة اللي بعدها بنعمل السناكين بنجي هاز ألماني نجي هاز ألماني اكتشف فعال ملوسي ده بيحاكي نفس الطيار اللي ماشي اللي بيوصل نبضات الألم في الجسم بصراحة بيعمل حاجة اسمها نيرف بلوك بتمنع رسالة الألم من جير بقى مدينا كورتيزون ويدينا حقنا جوه المفصل لعمل التأكس ولا تأثير مؤقت ولا كل الجزء ده كله لأعملنا نيرف بلوك فقالنا اصلا انه الألم يوصل فيه برنامج اسمه بيزيك تانية ده بينظم العمل بين الخلايا وريلاكسيشن بريلاكس المسلز اللي فيها او العضلات اللي فيها تشنج او تقلص عضلات بنبدأ نشاكل البرنامج بنبدأ نعمل بنبدأ نشغله على العين المنزل ده يعني وقته بيقى في حدود ثلاث دقائق المنطقة الواحدة من ثلاث دقائق النقطة اللي احنا شغددين فيها بالحد نتخلص باقي المكان كل يقدر على كل النقطة ثلاث دقائق ما شاء الله ما شاء الله الميزة فيه وتأثير ووقتي يعني بنشوف التأثير مع تأثير الساقيدة في نفس الوقت يعني بصراحة حاجات برضو نتنين مع بعض فلما بنعملهم مع بقية برنامج القلاج الطبيعي في المشكلة دي بيبقى النتائج عالية وابتبقى وقتها قليل زي ما قولنا لو التأبوس في أوله في جديد وان أول مرحلة بيبقى ثلاث جلسات لو في المرحلة الثانية بنعمل ست جلسات لو في المرحلة الثالثة والربعة جايباً من تمهمهم في الاثماشرة ده بالنسبة لتأبوس نفسر الكتر يا رب نكون في دنيكو في حلقة النهاردة أنا عليك تأبوس نفسر الكتر ترجمة نانسي قنقر